وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 513 قضية تموينية مستندية وعينية وذلك بمضبوطات بلغت أكثر من 108 أطنان من المواد الغدائية وغير الغدائية وضبطت أجهزة وزارة الدخلية قرابة 29 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة إلى جانب ضبط قرابة 80 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية كما تم ضبط 703 قضايا في مجال قضايا المخابزة من بينها 164 قضية خبز ناقص الوزن و143 قضية خبز غير مطابق للمواصفات بينما تم ضبط 16 قضية في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبطات بلغت قرابة 198 طن ترجمة نانسي قنقر